السلام عليكم والله أعطيكم العافية جميعا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في مادة السوفتوير موديلين بالمحانظرة الماضية تكلمنا عن الكلاسز وان ودو مين باي كلاس وحاو تثنك ان ترمز او الكلاسز ونحن بدنا نمي عنا خلال هذا السمسر الـ Object Oriented Analysis and Design Skills ونترجم هذا الشيء أو نوثق هذا الشيء بالـ UML اللي هي الـ Unified Modeling Language اللي هي الـ Universal Representation أو Notation اللي هو كان بي communicated between software engineers around the world حكينا اللي هي الـ Current Industry Standard فبالمثال اللي طرحنا المحاضرة الماضية حكينا بدنا نمثل الدرس اللي احنا بندرسه اللي هو الطلاب والمادة والمدرس والأمور هاي كلياتها وما إلى ذلك من أمور فبلشنا ننفكر in terms of objects يعني شو الـ Object اللي لازم تكون موجودة عندي وطلعنا بمجموعة من الـ Objects عندي أنا class اسمه student وclass اسمه course وclass اسمه teacher وقلنا العلاقة بينهم بين الـ Two Classes اللي هي الـ Association فقلت إنه الـ Student هو register in a course فكان فيه association بين الـ Student والكورس وحطينا على الـ Association شيء اسمه الملتيبليسيتي الملتيبليسيتي هي أرقام بتبين عدد الـ Objects اللي رح يشاركوا في هاي العلاقة فعلى سبيل المثال هنا قلت الـ Student الـ Student can register in one to seven courses يعني الـ Student بيقدر يسجل بكلاس أو course عفوا أو اثنين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة ستة لغاية سبعة لكن الـ course can be registered by star students شو يعني star؟ star قلنا يعني zero or money zero or money يعني ممكن يكون سفر ممكن يكون طبعا ليش سفر؟ سفر لأنه في البداية بيكون الكورس محدش مسجل فيه نعم بالضبط يعني وصير إيش ثماني يعني ممكن يسجل فيه عشر عشر عشرين خمسين مية ميتين واريما وحكينا برضو في عندي association between teacher والكورس فالتيتشر هو teaches a course teaches a course يعني بدرس المادة طبعاً حطنا الملتيبليسيتي من zero to four يعني أنه ماكسي ما بدي أخلي يدرس أربع مساقات ما بدي يدرس أكثر من هيك والكورس المفروض حكينا المفروض أنه يكون دراست على المقاطعة بس لو ويريت لو تشغل ال record شغال شغال والكورس يعني هو خلينا نحكي مين اللي بسجل فيه عفوا مين اللي بدرسه اللي هو teacher المفروض حكينا أنه يكون one teacher لكن بالكيس اللي عنا هون حطيت one two star يعني أنا افترضت أنه ممكن الكورس يدرسوا أكثر بالteacher قلنا هاي لخصوصية معينة في مواد زي بكليات زي الطب والصيدلة ممكن يدرسها أكثر من واحد يعني الطب أنا بعرف أنه ممكن المساقي أول أسبوعين يدرسوا دكتور معين بعدين كذا معين يعني it depends هلا حكينا الملتيبليسيتي اللي بحددها اللي هو domain rules domain rules يعني شو ال business owner صاحب الشغل هذا شو بده إذا بقول لك صاحب الشغل إنه الكورس بدرسه واحد ما عاده بتصير الملتيبليسيتي واحد أما إذا قال لك إنه الكورس بدرسه مجموعة أشخاص فبده يكون one two many طبعا لاحظ ال student with teacher ما في بينهم علاقة مباشرة ما في association between student with teacher العلاقة بينهم هي عن طريق الكورس هلا إذا كان يعني واحد قال لأ أنا بدي النظام إنه التيتشر هذا ممكن يكون مرشد أكاديمي لل student ساعتها بزيد علاقة لكن إحنا ما حكينا شي عن الإرشاد الأكاديمي ولا جبنا سيرتوفا بكون خلينا نحكي الموديل عندي أو ال domain model بهذا الشكل هذا بسميه domain model domain model يا شباب هو عبارة عن مجموعة من ال classes وهال classes بناتها relationships طبعا أول نوع من النواع ال relationship اللي شايفينه أمامنا اللي بسميه association إنه two classes associated with each other في بينهم علاقة ال association هي عبارة عن communication channel يعني ال student هسه بشوف خلينا نحكي الكورس class طب لو جينا لو جينا نكتب الكود مثلا على سبيل المثال خلينا نكتب الكود سوا لو الكود نكتبه بلغة Java مثلا على سبيل المثال فابدي يكون عندي class اسمه student وهذه class اسمه student قلت أنا بحط attributes اللي بدي إياها صح؟ مثلا هنا stu number مثلا عبارة عن integer مثلا مثلا أوكي وعندي كمان مثلا stu name عبارة عن string هذا اسم الطالب and so and so forth أوكي طيب وفي عندي خلينا بس نرسم هذا وفي عندي class ثاني اللي اسمه الكورس والكورس فيه وفي عندي كورس وفي عندي الكورس name and so and so forth لاحظ انه وفي عندي في عندي association أوكي ال association هي عبارة عن علاقة هي عبارة عن reference أخذت أكيد اللي درس Java أو C++ أخذت ايش اسمه object reference variable يعني في عندي the student في object فيه أو فيه reference على كورس ففي عندي مثلا هنا كورس C لكن كورس C هذا reference على object واحد من نوع كورس لكن زي ما أنا شايف أنا عندي ممكن يكون one to seven فالمفروض انه يكون في عندي array فيها seven elements وهي بقول الكورس 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 اللي مسجلها الطالب أوكي تمام يا شباب ونفس الشي بالنسبة للكورس الكورس برضو فيه reference على students ففي عندي هنا array of students فان بدي أحطها طبعا لأنه star the array حجمها احنا عارفين static فممكن استخدم list أو ممكن استخدم array list اللي هي الحجم تبحد dynamic بقدر يكبر زي ما بدي ممكن استخدم any other data structure لكن for simplicity أنا هنا يعني مش عمالي بطالبك بلغات البرمان يعني ما بحاسبك على syntax يعني خلزني اللي باس مثلا array of students مثلا فيها 100 لو كان هذا 100 أما لو خليلين نحكي عندي اللي هي dynamic dynamic size بقدر أقول هون list of students فالlist هاي فيها students students وبسميها إيش students وبسميها الاسم اللي بدي إياه أوكي تمام كيف بحط الرفرانسز ولو بدي مثلا class teacher برضو كمان teacher بعمل لها class بشكل نفسه لكن teacher في عندي فيها رفرانس على courses طبعا الرفرانسز يا شباب زي ما راح نشوف could be bi-directional could be unidirectional يعني مثلا هون student بيأشر على courses والكورس بيأشر على student هذا بسميه bi-directional هذا الكلاس بيشوف هذا الكلاس نعم بالضبط وهذا الكلاس بيشوف الكلاس اللي اسمه اثنين بيأشروا بعض لكن مثلا هون بالteacher بيشوف الكورس بس مثلا لكن الكورس ما بيشوف الطبعا شو اللي بيحددني انه unidirectional او bi-directional الحاجة خلينا نشرحها هاي كمان شوي أوكي فممكن يكون انا هون بس بدي اياك تشوف syntax syntax انه هذا association بدي يتحول ل reference هذا بسميه بلغات البرمجة object رفرنس صح اوكي طيب اللي هو الemployee اللي هو الموظف اللي بيشتغل في هاي company برضو كمان البيرسون له bank account عفوا يعني مرتبط بclass اخر اسمه bank account أو associated مع البانك لكن لاحظ هون انه انا عندي two associations علاقتين مش علاقة واحدة بصير يكون عندي اكثر من علاقة العلاقة الاولى اللي هي owner او ownership انه الperson بيمتلك حساب ولاحظ هاي العلاقة اللي موجودة على اليسار و الملتيبليسيتي لها من جهة person one ومن جهة bank account zero two money شو يعني؟ يعني الperson ممكن يمتلك zero or more accounts يعني ممكن انت يكون عندك حساب ممكن ما يكونش عندك حساب بالبانك ممكن يكون عندك حساب واحد ممكن يكون عندك حسابين واحد جاري والثاني توفير ممكن يكون ثلث حسابات اربعة خمسة قد ما بدك نفتح ذلك حسابات اوكي؟ لكن الحساب له مالك واحد الحساب هذا البانك اكاونت له فقط مالك واحد ما بصير الحساب يمتلكه اثنين اوكي؟ طيب والعلاقة الثانية اللي هي الأوبريتر هلا ممكن انا ما اكونش مالك لحساب معين لكن انا مفوض اني اشتغل على هذا الحساب والدليل نعم عميل بالبانك عميل اه لا بس هلا ممكن مثلا انت والدك يكون عنده حساب بالبانك وانت ما عندك حساب لكن هو مثلا انت بتدرس باربد والدك بيشتغل بالعقبة بدلا ما يحول لك فلوس بيعطيك مثلا بيسحب لك بطاقة صراف باسمك وبحط عليها المت معين بتصير انت تشتغل على حسابه نفس الحساب فممكن الحساب الواحد يشتغل عليه اكثر من شخص يعني ممكن انا افوض ناس تشتغل على حسابي طبعا هاي البنوك بيعملوها للتسهيل فعلاقة الـ operation هاي انه الـ person can operate on zero or more accounts والـ account الواحد should be operated by at least one person or many persons يعني الحساب يعني لازم يكون في واحد يشتغل الحساب مستحيل يكون الحساب محدش يشتغل عليه الـ owner يشتغل عليه صح؟ اها او ممكن انا احط كذا شخص بيشتغل على نفس الحساب بصير تمام؟ دكتور الـ operator بس هاي ما فمتات كتير الـ operator يعني الـ owner فمت انه الـ owner هو المالك الـ operator الـ operator هذا ممكن انا مثلا عايزو بمثال انا عندي شركة وانت يا احمد عندي مدير مالي في الشركة تمام؟ طيب الشركة باسمي انا والحساب انا فتحته باسمي لكن انت كمدير مالي انت بدك تصرف رواتب موظفين وبدك تشتري لوازم وبدك تدفع حق بضاعم انت مدير مالي انت مفوض بالامور هاي كلياتها صح؟ تمام تمام وبرضه في عندك نائب المدير المالي انت انفوضه يسوي شغلات ومدير الرواتب انت انفوضه يسوي شغلات ففي عندنا ثلاثة اربعة واحنا نشتغل على حساب شركة واحد صح؟ اللي هو باسمي تمام فانتو اوبريترز انتو لا تملكوا الحساب اللي بملك الحساب ال اونر اللي هو انا اوكي لكن ال اوبريترز مستخدم الحساب بلظاف زي مستخدم الحساب او المفوض بنسميه بالبنك المفوض باستخدام الحساب تمام موسط الصورة فممكن الحساب الواحد ممكن الحساب الواحد يكون في عليه اربعة خمسة عشرة عشرين واحد بيشتغلوا حسب حاجة الشركة وحسب حجم الشركة اوكي وصلت الصورة لكن ال اونر واحد ال اونر واحد ال اونر فقط شخص واحد تمام يا شباب واضحة الامور ممتاز طيب السؤال اللي يطرح نفسه هاو مني امبلييز كان اكمبني هاب حسب بلظاف حسب الموديل اللي موجود عندي سيفن طبعا اذا واحد سألني ليش سبعة هيك مكتوب عندي او هيك البزنس رولز اذا مثلا لو شركة ثانية ممكن يكون فيها عشرة عشرين او ممكن يكون بس ستار يعني قد ما بدي اوظف موظفين بوظف عادي بصير اوكي هاو مني امبلييز كان ابيرسون هاب وان سيدي صان الله طيب one too many or one or more. تمام. How many bank accounts can a person have? كم حساب بانك يمكن أن يكون عندك؟ zero or more. ممكن ما يكونش عندك ولا حساب عادي. جائز. طب. How many bank accounts can a person operate? zero or more. برضو zero or more. تمام. فإذاً Multiplicity اترسخت بفكرنا تمام أمورها. هل هناك أي سؤال عن Multiplicity so far؟ طبعاً شو اللي بيحكمني أني أرسم هاي Multiplicity؟ زي ما حكيت لكم ال Domain Rules. البيئة اللي بشتغل فيها أنا هاي ال Environment. يعني القوانين والأنظمة والتعليمات بتقول لي كذا. فالموديل بدي يكون شو تبي ديزاين حسب هالأنظمة والتعليمات. مش على كيفي أنا بحط الأمور هاي كلها. فمثلاً عايزة بمثال بالامتحان لو قلت لك مثلاً. أن السيارة بتتكون من عجلين اثنين. فبدي هاي تكون ايش؟ two العلاقة ايش؟ two بالضبط two. بين السيارة مثلاً والعجال. أوكي؟ أو من أربع عجال. فبدي يكون ايش؟ four. فأنا بحددك أنا ال Business Owner. أنا بحددك بالرولز اللي لازم تشتغل عليها. طبعاً دائماً نصيحة. يعني هاي للمستقبل. إذا في شيء ما عرفته أو ما تأكدت منه. دائماً أنت نيجوشيات مع ال Business Owner. يعني بتصير كثير مشاكل. من وراء يعني سوء الفهم بين الأناليست والبزنس أونر. فدائماً تلقى الأناليست موجود قريباً من البزنس أونر. دائماً نيجوشيات معه. لإنسان أي مشاكل. يعني إذا في أي غموض في أي شيء. مش بروح بفرض من عندي. المفروض أني دائماً بتشاور مع صاحب العلاقة. مع الدومين إكسبرت. مع الخبير بهذا المجال. تمام؟ وبتلجل مع الضبط. بالضبط. بالضبط. لأن هذه الأمور كلياتها قانونية. طيب. خلينا نرى هذا المثال. نرجع على مثال ال Company وال Person. أنا بمثال ال Company وال Person قبل قليل. قلت إنه ال Company بتقدر تشغل الموظفين قد ما بدها. لكن الموظف بيقدر يشتغل بـ Only One Company. لنفترض إنه قلنا نغير ال rules. وإنه أوكي ال Company الشركة هاي بتقدر توظف موظفين زي ما بدها. لكن أنا كموظف بيقدر أشتغل بأكثر من Company. يعني مثلا عايزة بمثال أنا بدرس هاي مادة بالعلوم والتكنولوجيا. وبأجي مثلا بعد الظهور بدرس مادة بجامعة اليارموك. بصير أو ما بصير؟ بصير صح؟ ما في أي مشكلة عادي. يعني ما في ما يمنع. بتشوفوا كثير مثلا ناس بيشتغلوا بأكثر من جهة. جائز تمام؟ لكن مثلا أنا لنفترض راتبي بجامعة العلوم والتكنولوجيا ألف دينار. و باليرموك كوني أنا يعني ما بشتغل عندهم فول تايم ما بعطي مواد كثير ما بشتغل كثير عندهم. فبعطوني مثلا خمسمائة دينار. تمام؟ أوكي؟ طيب. السؤال الآن. السؤال الآن طبعا لاحظوا هون هذا النوتيشن أنا قلت ممكن أنا مثل الكلاس باسم الكلاس لوحده. جائز. وممكن ممكن برضو أحط الاتريبيوتس والميثود. برضو كمان جائز. على الجهتين جائز. طيب. لو جيت. لو جيت على هذا الموذل. أي العلاقة موجودة عندي في عندي الكمبني. وفي عندي البرسون. والعلاقة بينهم اللي هي اليمبلويمنت. والمالتيبليسيتي اللي هي مني تو مني. إنه الكمبني فيها مني امبلييز. والبيرسون هدا عفوا. اللي بيشتغل بمني كومبني. بقدر أشتغل بكمبي واحدة. بثلتين. 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 هي zero or more والزيرو توستار اللي هي برضو كمان zero or more الثنتين اللي هم نفس المعنى مظبوط كلا أوكي طيب نرجع للمثال تبعنا إنه البيارسون كانوا يعمل في zero or more طيب معلومات الراتب يا شباب لو قلت لك مثلا خلينا نحكي اسم الموظف وين بدي يكون هذا الاتريبيوت أكيد في البيارسون صح صح؟ أكيد تاريخ ميلاد الموظف وين بدي يكون موجود؟ في البيارسون الرقم الوطني في البيارسون طيب اسم الشركة؟ في الكمبني الرقم الضريبي للشركة في الكمبني الرقم المنشع بالضبعان الاجتماعي في الكمبني وكل هاي لهم هو في الكمبني طيب راتب الموظف وين بدي أسجدوك؟ وين بدي أحبك؟ البيارسون وحطيت مثلا القيمة ألف لما سويت أبجيكت خاص فيه حطيت القيمة ألف فمعناته الحكي هذا النوراتبي في التكنو ألف وفي اليرموك ألف عرفت شو المشكلة هون؟ وضحات المشكلة إنه لو حطيت معاوض بكم الكمبني معاوض بكم عصد البارسون مثلا بالشركة كل شخص بكون إلو راتب شكل عصد إذا حطينا البارسون لأنه رابط راتب كل الموظفين ثابتك بشير غلط بالضبط بلضبط خلينا 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 نكتب الكود سوا شو رأيكم؟ نكتب الكود سوا هاي بدي بنمشي سوا؟ أمين يلا روح يلا روح يلا روح طيب دعنا بعين لغاية بهمنيش يعني هي خلينا نحكي يعني سودو كود زي ما قلت لك الشيطان ليس كثير بركز عليه يعني إذا زادت فاصلة زادت نقطة مش مشكلة أنا مش فاتح طيب هاي في عندي له كلاس اللي اسمه company وفي عندي هاي انتجار company id وفي عندي string اللي هي company name اتسترا 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 وفي عندي اكلاس ثاني اسمه الperson وفي هذا الرقم الوطني national id وفي عندي employee name وفي عندي مثلا هنا date date of birth and so on so forth ومعنو في عندي انا relationship الcompany فيها list of employees او عفا person سميتو هون هذا مثلا بسميهم هلولا employees والperson فيه برضو list of companies اللي بيشتغل فيها بسميها companies طبعا نسمي الاسم اللي بيدك يا اوكي لو حطيت السلاري لو حطيت السلاري مثلا هنا هاي double سلاري لو حطيته في بيرسون شو راح يصير يعني لما اجي على الكود انا عندي كمان شوي واجي اكتب كود خلينا نكتب كود سوا مثلا هنا هذا الميني كلاس عندي كتب كود فهون مثلا عملت بيرسون محمد ايكوال نيو بيرسون واعطيته انه الناشونال ايدي الواحد اثنين ثلاث والاسم محمد وديتو في بيرس اللي هو مثلا واحد وعشرين ثمانية والسلاري اعطيته مثلا الف دينار اوكي الهون هذا يعني حسب هذا السنتكس اللي موجود نعم اللي ستابعة الكمباني ما اللي ستابعة الكمبانيز اللي نفترض اللي نفترض انه هنا انا اعطيته هاي اللي ست واعطيته فيها جست وهاي اليرموك اعملت نيو لست اوكي تمام تمام حسب هذا السنتكس انا مقدر اسجل لانه السلاري هنا هذا الاريبال صح بياخذ قيمة واحدة فالقيمة هاي اللي هي مثلا الف هذا يعني انه انا راتبي الف راتبي الف وين راتبي الف في جست وراتبي الف في اليرموك اوكي تمام لانه حسب هذا السنتكس طيب اذا السلاري ما ظبطش هول لو جبت السلاري اعملها ليس دكتور اه اه خلينا شوف لو جبت السلاري وخزنتها في الكمباني شو راح يصير اللي راح يصير انه كل الموظفين اللي بيشتغلوا بهاي الكمباني نفس السلاري نفس السلاري وهذا كمان غلط صح فالسلاري دكتور طبع ليش ما نعمل بزبط انه نعمل سلاري مثلا مزبط خلينا نشوف خلينا نشوف فاللي بدي اوصلك اياه هون انه السلاري اذا حطيتها في البرسون راح اصير في مشكلة واذا حطيتها في الكمباني راح اوقع في مشكلة يعني لا زابطة لا هون ولا زابطة هون اذا حطيت السلاري في الاست هون بصير لكن الليست هاي شو بعرفني انه السلاري الاول للكومباني الاولى والسلاري الثاني للكومباني الثاني طبعا ممكن اني ازيل اللوجيك انا اضيف مثلا ترتيب معين انه الترتيب في الكمباني هو الترتيب في السلاري لكن انا شو سويت خليت اللوجيك كثير معقد يعني بدل ما احل المشكلة بـ two line of code حلتها بعشرين ثلاثين line of code وهذا الكمبلكستي راح ينعكس على باقي اجزاء البرنامج قدام شوي ففي حالة يا شباب في حالة انه كان عندي many to many relationship انا في عندي two classes والعلاقة بيناتهم star to star او many to many many to many يعني اكثر من واحد اكثر من واحد ممكن اثنين ثلاثة اربعة خمسة او star المهم انه عندي انا اكثر من واحد اكثر من element بيشاركوا بالعلاقة على الجهتين وكانت هاي العلاقة هاي العلاقة بتطلب تخزين معلومة معينة يعني مثلا ال many to many هون اطلب التخزين علاقة السلري هلا ممكن يكون many to many لكن بدون ما اخزن معلومات عن العلاقة هاي لكن هون ال many to many اترتب عليها راتب يعني انا كل company باشتغل فيها بدي اسجل راتب اوكي بالحالة هاي بستخدم اشي اسمه ال association class فبقول هون ال company وال person ال company وال person العلاقة بينهم many to many star to star لكن كل واحد كل two objects بينهم علاقة بدي اخزن الوظيفة وبدي اخزن السلري لهاي الوظيفة اوكي تمام فضفت اشي اسمه ال association class ال association class برسمه هو class عادي لكن ال relationship بتاعته بتكون مرسومة بخط متقطع على ال many to many relationships فمثلا على اسم المثال لو بدي اخذ object لو بدي اعمل object من هاي ال company عندي two object ال object الاول اسمه just هاي ال name just والادرس erbed والSSN كده والobject الثاني اللي هو اليرموك وهاي ال state تابعه وفي عندي مثلا object من نوع person اسمه M وهذا اسمه محمد وهاي الرقم الضمان وهاي تاريخ الميلاد وobject اسمه A لعلي وهاي باقي المعلومات فاذا كان محمد بيشتغل بالشركتين هذولا اللي هما just واي يو فعلاقته مع just هي وظيفة وبتقاضى عليها 1000 دينار وعلاقته مع اليارموك هي وظيفة ثانية وبتقاضى عليها 500 دينار لكن مثلا علي هون بيشتغل في just لحالها وبتقاضى عليها 900 دينار وضحت الصورة يا شباب واضح الصورة تمام مئة بالمئة أي سؤال فذكر دائما لما تشوف عندك العلاقة طلعت between two classes هال association هي money to money يعني في عندي stars والعلاقة هاي بترتب عليها تخزين معلومة معينة إذن هالمعلومة هاي لازم تتخزن بيش اسمه association تفضل في سؤال إنه كود أو يعني مطلوب أحسن منفهم إنه لما نكتبه كود فهم أحسن هاي كتبت الكود أمامكو أنا صح أو لا يعني بكتب كل سؤال عمالي بكتب الكود مش أنت اللي قلت لي روح مش أنت اللي قلت لي روح طيب تمام على الأموم على الأموم هذا كلياته هسه كمان شوي أنا كل concept هذول الكونسبت كلياتهم راح نيجي ونترجمهم لكود والسلايدز موجودة عندنا والمادنة موجودة كل هذا راح نترجمه لكود وبرضو كمان في الهومورك برضو كمان راح نترجمه لكود مش راح يكون في معزن لأنه إذا ما ترجمتوا لكود فعلا ما راح نفهم كلامك مزبوط مئة بالمئة نها بحاول دائما أنا أترجم لكود وهذا كله نعم في تطبيق في تطبيق عملي في تطبيق عملي آه في تطبيق عملي في تطبيق عملي على هذا الشي آه راح يكون في عنا الهومورك راح أعطيكو بروblem معينة بنصمم إلها خلينا نحكي بنصمم إلها هالكلاسز وبنيجي بنحول الكلاسز لكود بلغة البرمجة اللي بدنا إياها في الجافا في السي بلس بلس في البايثون ما بهمني تمام؟ أوكي بهمني شلغة البرمجة راح تشوفوا لقدامي شوي إنه في بعض التولز حتى بتحول مباشرة يعني مجرد ما رسمت الموديل أنا بعمل بس كليك واحدة بقول له ترجم لهذا الموديل للغة جافا أو ترجم لهذا الموديل للغة سي بلس بلس راح أعمل ديمو لهذا الشي أمامكو لايف ديمو ورح ننزل تول ورح نشوف كيف بنحول الموديل مباشرة بوان كليك لكود حالو تمام؟ آه، راح نشوفوا هذا بعيوننا بس هسا خلينا نبدأ يعني بدنا نفهم الكونسبت شو هو الكونسبت يعني شو هو الكلاس شو هما الـ شو هي العلاقات وشو يعني association كلاس متى بستخدم association لأنه إذا صممت السليوشن تبعي بشكل صحيح الكود بيجي بسهولة بيجي تحصيل حاصل يعني الأمور مش صعبة المهم أنا إنجينير أنا بدي خلينا نحكي بدي أصمم بدي أشتغل بشكل صحيح يعني نرجع لمثالنا بالمحاضرة الأولى يعني البنى هذا وخلينا نحكي المهندس المعماري اللي بيجي بيصمم ويقول لك هون كيريدور وهون حمام وهون مطبخ فلما يجي هذك قدامه المخطط خلاص بيشتغل على المخطط بالسانتي مرسوم شو لازم يعمل؟ طبعا ممكن البنى هذا بيقول لك أنا شو بدي بالمهندس هو بيقدر يبني بيت مساحته 200 متر 300 متر لكن تعال قل له ابني لي مجمع تجاري مساحته 20 ألف متر مربع رح يضيع صح؟ ولا لا ما رح يعرف من وين يبدأ حتى ما رح يعرف صح؟ ولو عرف رح يضيع فلوس ووقت كثير فانتو مهندسين برمجيات الكود زي ما حكينا صار حجم البرامج صار حجمها كبير كبير فما بينفع ما بينفع اني أشتغل لازم أنا أصمم البرنامج أصمم الابليكيشن هذا أو السيستم النظام وبعدين باجي بحوله لكود أوكي؟ ما بدي أترك شيء للصدفة طب لو نجي نرجع على مثالنا اللي موجود هنا هذا تاع الستيودنت والكورس والتيتشا علامة الطالب اللي بدي أحصلها بالكورس وين بدي أسجلها؟ إذا سجلتها داخل الستيودنت خلينا بس أعطيكم الحل الغلط أول شيء إذا سجلتها داخل الستيودنت كل طلب نفس العلامة كل الكورسات اللي أخذتها أنا كطالب بجيب فيها نفس العلامة وإذا حطيتها داخل الكورس معناته كل الطلاب اللي مسجدين داخل الكورس نفس العلامة فا وين بتتوقع بدي أخزن العلامة؟ بدي أحط بدي أحط association class بين مين؟ بين الستيودنت والكورس فبيصير الطالب كل كورس سجل فيه بيستحق علامة عليه تمام؟ تمام وضحة الصورة يا شباب عرفنا شو يعني association class والassociation class برسمها زي ما حكينا هي class طبيعي لكن relationship أو association هاي بتنرسم بخط متقطع على المني-to-many association طبعا دائما الassociation class يا شباب بتيجي لما يكون في عندي many-to-many association اوكي؟ إذا كان أحد الأطراف واحد معناته exactly one طبعا معناته ما في عندي أنا association class اوكي؟ بخزنها بالطرف اللي فيه واحد أما ما في عندي association أما إذا كان عندي many-to-many وهال many-to-many بدي أخزن فيها معلومة يعني هون بدي أخزن معلومة السلاري قبل شو بدي أخزن معلومة العلامة اللي هي الgrade فبحطها داخل association class مش مشترك بالضبط بالضبط يعني question على association class فهمنا شو يعني association class طبعا إحنا هون يا شباب بدنا نبني قلنا نبني نتعلم كيف نصمم السيستم لكن هون بنشرح أمثلة صغيرة لأن هاي الأمثلة الصغيرة هي اللي راح نيدي نركبها مع بعض قدام شوي لنبني إشي كبير يعني أي برنامج بالعالم موجود إذا بدي أكتبه مثلا بـ object oriented programming language هو بالنهاية بتكوّن من classes والclass زي ما شفنا فيها attributes وفيها methods وفي بيناتها association أو relationships أي برنامج أي برنامج بغض النظر عن البرنامج طبعا أنا بحكي عن object oriented يعني program ها فهذه هي basic building blocks اللي بدي أتعلمها لأقدر أبني البرامج فهاي يعني كيف مثلا البناء لما بدو يجي يبني مبنى في عنده البلوك وفي عنده السمنت وفي عنده عمدان الحديد هاي اللي قاعدين يتعلموا حاليا متعلم كيف استخدامها لكن هذولا خلطهم مع بعض ممكن تطلع بمبنى أربع طوابق أو ممكن تطلع بمبنى عشر طوابق أوكي فإحنا بنتعلم basic building block حاليا ورح نيجي نتعلم كيف نحط هاي الأمور كلياتها مع بعض to build a large scale software Any question? طبعا العلاقة اللي أنا شايفها هذا الخط اللي between the classes قلت أنا هذا ال relationship سميته association لكن هون أنا رسمت object صح؟ هذا عبارة عن class وهذا عبارة عن object in class تذكروا object in class قلت النوتation إلو نفس النوتation لكن هون أنا بحط إيش اسمي ال object colon اسمي اللي class بعدين الآتريبيوتس بأعطيهم values أو ممكن ما أحطش الآتريبيوتس هذا ال object notation فهذا الخط between the classes سميته association لكن الخط اللي between ال object سميته link اللينك هو كيف ال object هو instance من class اللينك هو instance من relationship أو من association أوكي؟ هو instance ما سميه instance instantiation طبعا اللينك هو زي communication channel شو يعني communication channel؟ يعني ال company فيه reference على person هايه company زي ما أنا شايف بيخزم مجموعة من ال persons ففي الكود هون لو جيت على الكود هون أنا ممكن آجي أقول هون مثلا person person يساوي persons of index مثلا اثنين أعطيني الموظف اللي إلي ال index إلوه اثنين وباجي أقول له هون أنا p dot مثلا get name أعطيني اسم الموظف بصير أكتب هذا الكود بصير صح؟ تمام يا شباب متفقين متفقين لأنه أنا في عندي هون array of persons بجيب ال person اللي بديها من هاي ال array ومن هذا ال person باختار أي مثود باستدعي أي شيء public بقدر استدعي لكن لو طبعا كيف بقدر استدعي هاي ال link هي عبارة عن relationship أوكي هي عبارة عن ال reference variables أنا هون خزنت reference variables فهذا ال p اللي هو عبارة عن هذا ال link لكن لو ما كان فيه association معانته أنا ما عنديش ال company ما بتعرف ال persons اللي موجودة فيها ففي الحالة هاي ما بقدر استدعي person معين وأخذ منه ال name العلاقة ضاعت أوكي وصلت الفكرة لازم يكون في عندي object reference variables لأقدر ال company يشوف ال public elements اللي موجودين فيه person مثلا just.m .name .getname هلا شوف هلا شوف إذا كان ال person إذا كانت هاي bi-directional relationship إذا كانت bi-directional يعني هون ال company بيخزن array of persons إذا كان ال person بيخزن array of companies معناته من ال person بقدر أجي يعني أستدعي أي شيء موجود عندي في ال company خلينا نكتب الكود شو رايكم نكتب الكود فهاي الكود ل company وهي الكود ل person فلاحظ هون ال person باجي بقدر أقول له هون مثلا company c تساوي companies وأعطيني ال company اللي بإنديكس zero بصير هذا الحكي ولا ما بصير بصير صح؟ بقدر أقول له هون c dot get مثلا address يختار هذا تكتبه بنفس الكلاس آه بنفس الكلاس هون اللي قلت لك هون هاي dot يعني هون مثلا عندي method هاي في عندي method هون مثلا هنا أنا void اسمه هذا الميثود print company name أوكي دي نفترض أنه هذا داخل الميثود بصير عادي فإنه لما كتبت لك dot هذولا يعني بغض النظر يعني أنا كتبته بأحد الميثود نعم آه لازم يكون الget address هذا public يعني لازم يكون هون في عندي ميثود اسمه get address ويكون هذا الget address public هنا يكون عندي public مثلا هنا void get address أوكي لازم هذا الشرب لا أقدر أشوفه إذا كان private ما أقدر أشوفه أوكي وسط الفكرة فاللينك هو عبارة عن communication channel يعني أنا هنا هذا اللينك هذا اللينك البيرسون مع الكمبني اللي بالإندكس زيرو هذا اللينك لكن هون هذا سميته association وسط الفكرة طيب تمام تمام فاللينك هي زي ها زي الاسوشياشن طبعا اللينك إلى ها direction أوكي اللينك إلى ها direction يعني هون مثلا من الكلب والبيرسون هاي في عندي association لكن لاحظوا الكلب هنا في عندي book club وفي عندي إشارة السهم هذا يعني أنه الكلب فيه reference على الobject اللي اسمه gem من بيرسون لكن البييرسون هنا لاحظوا ما في عندي سهم هذا ما فيه reference هون ففي عندي الاسوشياش الobjects باللينك بالobject بقدر أحط الnavigability اللي هي الأسهم يعني هون a is navigable to b و b is navigable to a directionality يعني a بيشوف b و b بيشوف a يعني من a بقدر أستدعي method طبعا لازم يكون public أكيد من b ومن b بقدر أستدعي من a لكن لاحظوا هون ايه ايه is navigable to b لكن b is not navigable to a يعني a شايف بي لكن b مش شايف ايه اوكي فهاي directionality طبعا إذا تركتو ومحطيتش الاكس معاتو هذا undefined undefined نعم نعم فارق بين النص هذول التين تين تين اوكي الاكس معاتو مفيشلنك متفيقين عليها اوكي لكن لما ما يكونش عليها هايشي معاتو هذا undefined يعني انت لسه بعدك مش محدد اوكي لازم تحدد لازم 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 تحدد يعني يعني هذا undefined undefined يعني لسه حلك مش كامل خلينا نحكي نبسط 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 يعني لازم تحدد لازم تحدد يا اما navigable يا اما not navigable اوكي طيب ف وضحة الصورة شو يعني 타k شو يعني الاسوشياشن شو يعني الاسوشياشن كلاس طيب اه بجزء كنت ان سمع عن الانهريتنس والجينراليزيشن واه اكيد أخدتوها واخدتو كيف بتكتبوها في الكود سواء كان جاذا او سي بلس بلس كود اتصور هذون المادئ اللي اخدتوهم سوفار. وأقول لنا إذا كان في عندي أتريبيوتس بتتكرر بمجموعة من الكلاسز. فبدل ما أكرر هاي الأتريبيوتس في كل هاي الكلاسز. أنا بنشئ سوبر كلاس أو بيرانت كلاس سميته. وبحط كل هاي الأتريبيوتس المشتركة في نفس المكان. وبخلي باقي الكلاسز هي عبارة عن سبي الكلاسز أو تشايد الكلاسز وبتعمل إنهيرتنس منها. هاي العلاقة سميتها جينراليزايشن. أوكي سميت العلاقة جينراليزايشن يعني لنفترض أنا في عندي هذا المثال. أنا في عندي أبجيكت من نوع عفوني كلاس من نوع سكوير وكلاس من نوع سيركل وكلاس من نوع تريانجل. هاذو الكلاسز كلهاتهم هذول عبارة عن أشكال هندسية. لنفترض لنفترض يا شباب إنه هنا أنا عمالي بدي أحاول. يعني أبرمج نظام البينت. تعترفوا البينت اللي موجود داخل الويندوز. البينت اللي برسم في دوائر ومربعات ومثلثات. لنفترض هذا. هذا simple paint، أريد أن أرسم الـ line والأمور كلها، هذا simple paint. فإذا أريد أن أرسم مربع، المربع أكيد له مكان معين، position، location معين، وهذا هو dimension، المربع طبعاً أنا أعرف أنه له طول ظلع، أنا مجرد لا أعرف الـ center تبعه وين، وخلص وطول الظلع أعرف أن أرسم المربع. طبعاً المربع أيضاً له لون، fill or not fill، يعني ممكن أن يكون لونه أحمر، أخضر، أصفر أو not fill، يظلوا أبيض أو ما لهوش لون. السيركل بنفس الطريقة، لكن السيركل أيضاً له مكان، وإلهة fill or not fill، لكن السيركل له نصف قطر بدل طول ظلع، له نصف القطر، نصف القطر، إذا عرفت المكان ونصف القطر، أستطيع أن أرسم السيركل. التريانجل برضو، المثلث، إله مكان، لكن التريانجل إله مثلاً طول قاعدة وإله ارتفاع. إذا عرفت هاي الأمور، أنا بقدر أرسم المثلث مثلاً عيش بمثال. طبعاً، كل آياتهم بيشتركوا بعناصر اللي هما الـ center أو الـ location، وبيشتركوا إنهم fill or not fill، وبيشتركوا باللون شو عب باللون تبعهم، أحمر، أخضر، أصفر، كل هاي الأمور مشتركة، فبدل ما أكرر الأمور هاي كلياتها، شو عملت؟ عملت سوبر كلاس اسمه shape، وحطيت فيه elements المشتركة اللي هي الـ location، والfill or not fill، والمثوات اللي اسمه draw، والأمور هاي كلياتها، وخليت باقي اللي هما الـ classes اللي هما الـ square، والcircle، والتريانجل، بيعملوا inheritance منه. فالشاب هو المور جنرال element، والـ square، والسيركل، والتريانجل، هذول ما يسميهم المور الـ specialized element، اللي هما الـ child أو الـ subclasses أو الـ descendant، طبعا يعني فيه لغات برمجة يسميهم child، فيه ناس يسميهم subclass، فيه ناس يسميهم descendant، كلها نفس المسميات أو نفس الـ concept، والشاب سميته parent أو superclass أو basic class أو ancestor، سميه الاسم اللي بدك إياه، لكن هو المور general element، والعلاقة بيناتهم اللي هي inheritance، ولاحظوا الـ inheritance رسمتها باستخدام، طبعا هي الخط هذا، وعلى رأس الخط فيه عندي إشارة المثلث، إشارة المثلث بتكون موجودة متصلة مع الـ parent class اللي هو في هاي الحالة shape، أوكي، بسميها علاقة الـ generalization أو الـ inheritance. طبعا بالـ inheritance أنا مش بس وفرت على حالي الكود، يعني لاحظوا هنا فيه كود كثير اختصرته من square، وcircle، والتريانجل، كله حطيته داخل الـ shape، وبرضه في المستقبل، إذا كان في عندي مثلا قررت أني أضيف للـ paint هذا، في نيويورس هو مثلا شكل الخماسي، اللي هو الـ pentagon، برضه كمان بعمل الـ class اسمه pentagon، وبخلي هذا الـ class to inherit from shape، لأنه هذا الـ class إلو برضه position معين، إلو طول ضدع معين، وإلو fill or not fill، كل هاي الأمور مشتركة، بقدر أعبيها داخل الـ shape. أوكي؟ فلاحظوا عندي مثلا هذا، more detailed representation، يعني الـ shape في عندي الـ origin، في عندي لاحظوا حطيت فيه الـ width، والـ height، وحطيت فيه الـ methods برضه، اللي draw، والget area، draw بيهمني draw، لاني بيهمني أني أرسم المثود، الget area، الget bounding area، وفي عندي two subclasses اللي هما الـ square، وفي عندي subclasses آخر، اللي هو circle، وفيه الـ radius، شو الغلط بهذا المثال اللي موجود أمامنا؟ في شي مش مضبوط هون، أو شي مش منطقي بهذه الرسمة، أو بهذا الموضل، حد بيعرف؟ الممكن الـ area بالـ integer، أو لا؟ الـ area بالـ integer؟ يعني ممكن، نعم، 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 أنا بس بدي غلط لسه جوهري أكثر، أنا بطهن، مضبوط،، هؤلاء خطة بين الـ square وـ circle، طولция… أول خطأ، اللي هو shape، وحطيت فيه، أنا، width وicked هذا square مثلاً، width وغلط، لكن circuit لم يعمل حتى width وغلط، حقيقة عناصر مش مشتركة الوريجين مثلا منه اوكي مشترك اوكي وثاني خطأ زي ما تفضل للمينه الget area لكن الget area يعني انا بديش الخطأتها الانتجر الانتجر هذا خطأ اكيد لكن الget area المربع الget area فيه اللي هي مثلا طول الضلع تربيع لكن الget area داخل السيركل اللي هي البي نوقاف تربيع صح فالget area مثل لكل واحد منهم بيختلف ولو انهم بتشابهوا بالاسم لكن بيختلفوا بالضبط بيختلفوا بطريقة الحسب فالget area هذا ما الو implementation داخل الشيب ممكن احطه داخل الشيب لكن في الحالة هاي لازم يكون ايش abstract method يعني ما الو implementation الابستراك مثل اللي موجود داخل البي رانتي كلاس بيكون ما يلو implementation طيب خلينا نشوف طيب شو الفائدة لاحظوا هون لاحظوا الget area method والdraw method كانوا موجودين داخل الشيب لكن رديت حطيتهم ايش داخل السكوير وداخل السيركل هذا بسميه overriding يعني الget area method اللي موجود داخل السكوير بيعمل override للget area method اللي موجود داخل الشيب بنفس الطريقة draw method اللي موجود داخل السكوير بيعمل override للdraw method اللي موجود داخل الشيب وهذا الشيء برضو كمان موجود في السيركل ليش بلنا لانه كل واحد الو implementation شكل كل واحد الو implementation مختلف تفضلي يا أحمد يعني هان دكتور الشيب مش ضرورة اكتب فيه الget area لانه انا اخيك يعني اكتبها تحت بالضبط او او ممكن انه يكون مستطيل مثلا بستفيد منه ماشي هلا ماشي الget area method ضروري انه يكون موجود تحت لكن الget area method برضو انا كتبته فوق ليش كتبته فوق هلا اللي موجود في الشيب في عندي get area method موجود في الشيب لكن قلت هذا عبارة عن abstract method شو يعني abstract method يعني ما له implementation ما بقدر اعمله لكن حطيته فوق ليش ليش اصريت اني احطه فوق ولو انه كان abstract method لانه في المستقبل قلت لك ممكن ييجي واحد مبرمج ثاني software engineer ثاني ويضيف شيبي جديد يضيف مثلا الpentagon اللي هو الشكل الخماسي او الhexagon اللي هو الشكل السداسي اوكي فانا بدي اجبر اللي بده يعمل extension للشيب انه يعمل override يكون عنده مثل اسمه get area بدي اجبره اجبار راح نشوف بدي اجبره يحسب المساحة بدي اجبره يحسب المساحة وبدي اجبره لازم يكون عنده مثل يحسب المساحة اول شيء لاني هذا ضروري للشغل تباعي اوكي فبالحالة هاي لما احطه داخل الشيب واحطه abstract method اي واحد بده يستخدم الشيب ويعمل inheritance منه يعمل specialization منه بده يضطر يكون عنده مثل اسمه get area مثل لاني ما بدي يجي عندي مثلا فيصل بكرة ويسمي الget area مثل عنده يسمي get a اوكي يسمي الاسم اللي بده ايا او compute area انا بدي اوحل الاسماء ورح نشوف الطريقة هاي رح اتقودني لشيء اسمه overloading خنشوف شو فائدة overloading سوا فبس النوتاشن من اليوم المال لما يكون عنده الget area method هذا والdraw method اللي موجودين داخل الشيب انا قلت هذولة مالهم implementation بما انه بما انه مالهم implementation معنى توقع سميتهم هذولة abstract operations او abstract methods الابستراكت ميثود يا شباب اللي هي الميثود اللي مالها implementation في اليوم المال بكتوبها بشكل مائل هايو هذا الخط italic زي ما انا شايفه لما اشوف الميثود مكتوب بشكل مائل معناته هذا الميثود او الoperation هو عبارة عن ابستراكت كلاس عبارة عن شايف ومع انه pubstrakت تلاس انا ما بقدر اعمل منه object يعني ما بقدر بنعمل اوبجيكت من نوع شايف racب فلاحظوا لكن اللي classes اللي هي square وcircle هذولا عملت فيهم implementation للabstract انا اول شي عملت extension يعني عملت inheritance من shape بما اني عملت inheritance من shape معناته لازم المثود اللي موجودة داخل shape اللي هي الabstract method لازم اعملها overriding وعملها implementation فلاحظوا ال square والcircle اللي اثنين فيهم ال draw method will get area method وفيهم implementation concrete implementation بسميه لها هذول الoperations ففي الحالة هاي square والcircle بسميهم concrete classes concrete classes يعني ما فيهم مش ولا abstract method وبقدر اعمل منهم ايش بقدر اعمل منهم objects يعني بقدر يكون عندي object من نوع square وبقدر يكون عندي object من نوع circle اوكي فاي concrete class بعمل inheritance من abstract class لازم يعمل override لازم اجباري يعمل override لكل الabstract operations اذا كان طبعا هذا الكلاص كونكريت لازم يعمل concrete implementation لهذا المثود اوكي طيب شو فائدة هذا الشيء ليش انا غلبت حالي جبت inheritance وجبت abstract methods واجبرت المبرمج انه يعمل override the abstract methods والامور هاي كلياتها ليش هذا طبعا الو اكيد فائدة بجوز كلكو اخدتوها اللي هي الpolymorphism الpolymorphism والoverriding خلينا نشوف تطبيق على هذا الشيء عساس نشوف بعيوننا شو فائدة نرجع لمثال خلينا نحكي البانت هذا قلت انا بدي قررت اني ابرمج البانت هذا اللي موجود في الويندوز فزاي ما شفت قبل شوية انا في عندي هالشيب كلاس وقلت هذا عبارة عن ابستراكت سوبر كلاس فيه اللي draw مثل وفي عندي الget area مثل وفي عندي تو كونكريت سبكلاس اللي هم اللي سكوير والسيركل وفي عن كونكريت إمليمنتيشن للابستراكت ميثود اللي هم اللي هم اللي draw والget area هذا متفقين عليه صح؟ طبعاً اللي draw والget area هذول الابستراكت ميثود اللي موجودين في الشيب هذول برضو كمان بسميهم polymorphic operations شو يعني polymorphic لو جيت ترجمة polymorphic poly يعني متعدد morph اللي هو شكل يعني هذول الميثود متعددين الاشكال في السكوير اللي هم شكل معين وفي السيركل اللي هم شكل معين وفي المستقبل لو قررت أضيف سابكلاس جديد بده يكون لهم برضو كمان شكل مختلف اللي غايت لهم متفقين اوكي؟ طيب وفي عندي برضو كمان هذا الكلاس اللي فوق اللي سميته canvas الكنفس اللي هي اللوحة اللي بارسم عليها يعني الشاشة البيضة هاي اللي بتطلع علي أول ما أشغل البينت اللي بصير أضيف عليها عندي مربع هون وعندي مستطيل هون وعندي اوكي؟ فالكنفس أنا في عندي ون كامفس والوان كامفس فيها ملتبل شايبس يعني ماني شايبس هاي ستار العلاقة بينهم وان تو ماني فلو جيت مثلا هون هاي الكامفس شايفين الكامفس اللي على شايفين الماوس وتم لما يتحركك الاستمرار هاي الكامفس خلني بس إبدل هاي الكامفس يا شباب والكامفس اللي موجودة هون هي في عندي شكل خماسي شكل رباعي مربع عفوا هون دائرة وهون مثلث ومربع، هون مربع بالضبط بالضبط اللي هو هذا الإطار اللوحة اللوحة اللي برسم عليها فعلا في عندي هنا one canvas والone canvas هي في multiple shapes. طيب. لاحظوا هنا الimplementation. في عندي class اللي اسمه square فيه origin والwidth والhighate. وفي عندي الكلاس اللي اسمه circle في عندي الorigin والradius وما إلى ذلك من أمور. وفي عندي الكلاس اللي اسمه كانبس لو لو قلت لك مثلا أنا حسب الطريقة التقليدية لو قلت لك بدي أخزن المعلومات هاي اللي موجودة عندي في الكانبس. بدي يكون عندي بالشكل الأحمر الimplementation. اللي كلاس اللي اسمه كانبس بدي أخزن فيه array of squares. أو list of squares. اوكي. اللي list هذا بدي أخزن فيه هذا السكوير وهذا وهذا هاي ثلاثة. وبدي أخزن فيه array of circles. هاي في عندي two circles. بدي أخزنهم داخل الarray. وبدي يكون في عندي array of triangles. وبدي يكون في عندي array of pentagons. هذا البنتاجون. أوكي. ف لو جيت بدي أرسم هاي الأشكال. بدي أعمل loop على السكويرز. واقول له هون for each square. s in squares. s dot draw. ونفس الشي للسيركلز. هذا loop ثاني. ونفس الشي للتريانجلز. ونفس الشي للبنتاجون. شوفوا array of hexagons. وأضيف loop جديد. وأقول له كل الأشكال اللي موجودة في الهكساقون. استدعي لي. الهكساقون dot draw. لاحظوا قديش يلط بالأحمر كبير. فضل. هاي بأي لغة المكتوب. احنا يعني معظمنا ما هي نفس السي بلس بلس بلس. انا هاي هي خلينا نحكي pseudo code. حتى الجافة لساتنا يعني هذا مفاصل. بلظب. ما هي نفس أشوف الجافة والسي بلس بلس يعني ثمانين بالمية تشابه بينهم. إذا مش أكثر. الفرق بين الجافة والسي بلس 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 إنه السي بلس بلس فيها pointers. الجافة ما فيها pointers. أنا هون مش جايب سيرت الpointers نهائي. أوكي. لكن بوث. هاف the same syntax تقريبا إلى حد كبير. يعني ثمانين أو تسعين بالمية من syntax متشابه. تمام. 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 فلاحظوا الكل اللي بالأحمر قداش كبير. لكن إذا استخدمت فكرة ال-inheritance. وال-polymorphism وال-abstract classes وال-abstract methods. بقول أنا في عندي اللي 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 اسمه canvas. بدل ما أخزن الريلة ال-squares لحال. والريلة-circles لحال. وال-triangles لحال. وال-pentagons لحال. وأشتغل على كل واحدة لحال. بقول لا. هالكلاس اللي اللي اسمه canvas. فيه array of shapes. أوكي. ما هو ال-square هو ابن الشيب صح؟ بما أنه ابن الشيب معناته هو is a shape. بسمي علاقة ال-inheritance is a. or is kind of. أوكي. فال-square هو shape صح؟ حسب علاقة ال-inheritance. وال-circle برضو كمان هو shape. وال-pentagons برضو كمان shape. وال-triangles برضو كمان shape. فبقدر أعمل array of shapes. وهال-array of shapes هاي. بقدر أخزن فيها square. بقدر أخزن فيها circle. بقدر أخزن فيها triangle. بقدر أخزن فيها pentagon. بقدر أخزن فيها أي subclass من shape. بقدر أخزن كل واحدة في array. لا بسوي array واحدة ما هو shape هذا اللي هو النوع الرئيسي لهم كلياتهم. وبعدين عندما بدي أجي أشتغل بقول له loop 1. بقول له كل object داخل shape استدعيلي s.draw. لاحظ هو ال-s.draw بدي استدعيها من shape صح؟ لكن shape بقول يدير بالك. هاي اللي draw هي عبارة عن abstract method. يعني ما إلها implementation. من وين بدك تأخذ ال-implementation؟ بيقول له إذا كان ال-object الذي مخزن داخل shape square على طول لحاله. بيستدعي المثود اللي اسمه draw اللي موجود داخل square. إذا كان circle بيستدعي المثود اللي اسمه draw داخل circle. لحاله هذا ال-compiler بيسويها. هذا بسميه dynamic binding. فهو بما إنه ال-draw عبارة عن abstract. ما إله implementation؟ هو على الطول بيعمل dynamic binding. بشوف ال-object اللي مخزن داخل shape هذا. شو نوعه؟ أوكي؟ وعلى طول هو بيرسم أو بيستدعي الميثود من السبه كلاس المناسب بدون ما أنت تفكر بدون ما أنت تسوي أي شيء هذا الكمبيلر اللي حاله بيسويها تمام؟ هذا بسميه Automatic Binding هذا بيكون بالبوليمورفزم لاحظوا هنا بالإنهيريتنس استفت من خاصية البوليمورفزم لو ما عندي إنهيريتنس لاحظوا الكود قديش حجمه كبير لاحظوا الكود قديش اختصرته هون عملت بس Arrayة واحدة of type shapes وبكل مرة أنا بستدعي الـ Draw Method من داخل الذي هي الـ Abstract Method هذا بسميه Polymorphic Method هو على طول بيعرف من وين يستدعيه ده حاله بدون ما أدله أوكي؟ طبعا برضو كمان فائدة ثانية لاحظوا قديش اختصرت الكود برضو كمان فائدة ثانية لو بالمستقبل يجي واحد بده يعدل ويضيف شكل جديد بس مجرد إنه يعمل إنهيريتنس هنا يقول هنا الشكل الجديد اللي اسمه Hexagon إنهيريتس من الشيب هذا الكود داخل الكانفس ما بتعدل نهائي لأنه Dynamic Binding هو على طول لحاله الـ Compiler بيعرف إنه درو هذا من الكلاس الجديد بدون ما أنا أدله بدون ما أغير أي شيء على الكود ضحظوا قديش الـ Polymorphism والإنهيريتنس فادني فالإنهيريتنس مش بس بوفر لي حجم الكود ومش بس بأني أجمع الخصائص المشتركة الإنهيريتنس لاحظوا هنا هذا الإنجينيرين اللي بدك تتعلمه هذا سوفتوير الإنجينيرين كيف تزغر حجم الكود بدل ما يكون عندك الكود كبير ومش بس صغرت حجم الكود المنتينابلتي في the future ما بدك تغير على الكود الكانفس هذا ما رح يتغير عليه طبعا إذا غيرت على الكود وإنت ممكن تعمل تغيير في الكود ممكن تعمل مشاكل بدك تعمل تستنج من جديد برضو وفرت في التستنج فلاحظوا قديش وفرت أنت أوكي لهون أتصور بجوز انتهى وقت المحاضرة في أي سؤال قبل ما ننهي يا شباب أي استفسار المحاضرة مسجلة مسجلة إن شاء الله يا سيدي إذا في أي سؤال إن شاء الله للمحاضرة القادمة نلتقي وبنناقش أي استفسار شكرا لكم لحضوركم والله يعطيكم إدعوة شكرا طبعا خد غياب دكتور شكرا